حلقة اليوم مقالة الكاتب فارس الذهبي بموقع orient net بعنوان سيلفي والمستقبل خلفي طبعا متل ما وعدناكم مستمعين بكل حلقة رح يكون معنا ضيف على المقال وهالمرة هي ضيف المقال هو الاستاذ فارس الذهبي اهلا وسهلا فيك استاذ فارس مرحبا كيفك تمام تمام استاذ فارس بمقالك بموقع orient net بعنوان سيلفي والمستقبل خلفي هلأ رح نقرأ شوي من المقال ورح ناخد تعليقك عليه بتقول بي بمقالك لم تكن كينانا تلك الاعلامية التي اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعية بخبر التقاطها سيلفي مع جثث قتلى لا احد يدري منهم ولا كيفية مقتلهم وما هي المعركة طبعا لقد قيل لتلك الاعلامية انهم ارهابيون او ربما كانت هي برفقة الجنود ساعة قتلهم وكل الامرين لا يبرراني التقاطها لذلك السلف الشهير الذي ينتهك كل محرمات البشرية التي تعارفت عليها الانسانية منذ فجر الحضارة وصولا الى يومنا الحالي في مسرحية انتيجون لسوفوكليس يشتعل الخلاف بين انتيجون والملك كريون بسبب رفض الاخير دفن اخيها الذي وبحسب رأي الملك لا يستحق ان يعامل معاملة تشبه معاملة البشر وذلك لانه تمرد عليها فيترك جثمانه مسجن في الباراري كي يراه الاهالي ويرتعده طيب بهذا المقال يعني لفتني العنوان وكأنك بتقول انه سلفي والمستقبل خلفي هل بتعتقد انه ما تسمي نفسها بالاعلامية كنانا لما صورت هي السلفي هي عم تصور مستقبل سوريا بحال اذا ما بقي النظام تماما هي هاي الالتقاطة اللي حضرتك هي اهم ما يمكن ان يذكر في هذا المقال يعني انا جتني كتير تعليقات على العنوان بس بحد ذاته انه السلفي عادة بيكون واحد عم يلتقطه ليكون عم يفتخر بشيء ما انه انا فخور بمثلا نجم معين عالم معين معلم انساني معين برج ايفيل جبال كذا الاخري لكن ان يلتقط انسان ما يسمي نفسه سوري سلفي مع مجموعة جسس لاشخاص نحنا لم نعرف مين هنن لم نعرف ماضيهم لم نعرف كيف قتلوا لم نعرف مصادرهم ما في اي توثيق على انه اي كتائب الى اخره وندعي باننا نحن ابطال فهي تعتبر اول شي جريمة اعلامية قبل ما تكون جريمة ضد الانسانية وثم جريمة حرب انا برأيه الفكرة طبعا المقالتك تكمن بالتفصيل التالي انه وقت الانسان يقوم بهيك انتهاك ويقوم بهيك فعل فهو بالتالي عم يتنبأ بما سيجري في مستقبله الشخصي بمعنى انه الاعلامية اللي ذكرتها حضرتك الاعلامية اللي ذكرتها حضرتك عم تلتقد سلفي لحيحرض فيما يحرض من مشاعر كثيرين من اهالي كثيرين من مقاتلين كثيرين من ناس قد يستاءوا جدا من اقاربهم في هذا السلفي وبالتالي سوف يطالبون بالانتقام يعني حلقة حقد ضبط حلقة حقد فتحتها فتحها التلفزيون العربي السوري فتحها الاعلام الحكومي على نفسه ضد شعبه من حق اي انسان في الحياة ان يموت بشرف ابسط حق من حقوق الانسان ان تموت بشرف يعني المحكوم بالاعدام تنتسقط عنه كل تهمه الاخرى بعد ان يموت يعني اذا كان مطارد اذا كان عنده مثلا سلسلة من الجرائم الحكم الاول طلع اعدام تسقط باقي الحكم التهم تماما حتى يعني بطريقة ويتم تسليم جثمانه لاهله اللي يدفن بكرامة حتى باسرائيل حتى ب باشد مناطق الخلاف بالعالم لكن في سوريا الحقد الطائفي الحقد الغبي يعني حتى مو مدروس يعني هنم ما عم يفكروا بالنقطة اساسية لهي المستقبل طيب انتو قمتوا بنهاء حياة هذا المقاتل ماحنا ندخل بتفاصيله ماحنا ندخل هو من اي مكان وشو عم يعمل شو كان عم يعمل قد يكون بريء طبعا يعني قد يكون بريء قد يكون جثمان هدول الجسس اللي موجودين هنا تيجي تقصف وهنا الابرياء ممكن يكونوا بفرن ممكن يكون وكذا ان تقوم بتصوير هذه الجسس وعرضة مع ابتسامات فانت تدعو الناس للثار طيب هلا بتعتقد هنا يقمن المستقبل سيلفي والمستقبل خلفي هلا بتعتقد بهاي السيلفي اللي التقطتها شفنا سيلفي قبلها شفنا سيلفي قبلها مع مجموعة جثث كمان الاعلاميين يعني وكانهم يتفخرون البعض يصور هاي السيلفي بانه نوع من الولاء لهذا النظام انه انا كل ما قتلت اكتر وتصورت مع هيك شي اذا انا معكم يعني وكانه انا ماشي بهاي الالة طبعا في شي من كلامك صحيح جدا لانه كرة الثلج التي اطلقها النظام من 2011 كرة الثلج اللي هي مسمات حقد لا زالة تكبر وتكبر وتكبر وبالتالي تشعبات وتفنن والتطريز على هذه التيمة تتشعب بشدة يعني كانوا ببداية الثورة يلوموا في شخص اكل كبد شخص مدري شو كذا انه هاي افعال وحشية هاي افعال همجية وكذا كذا صح لكن بالمقابل انتم من تدعون انكم تمثلون جانب من جوانب الدولة جانب من جوانب النظام ونظام يعني الانتظام يعني في قوانين في دستور تقومون بافعال اشنع بمليون مرة من ميليشيات وكتائب منفلته يعني خلينا نقول انه هذا اللي عم يأكل اكباد هو وليد وليد الحقد اللي صار فيه وليد حقد طبعا وليد حقد اللي صار فيه وادنا في حين وادنا في حين لكن انت مفروض يعني طالع بشكل حضاري على اساس وانت مع وفد حكومي ومدفوع لك الاجر تلتقتي سيلفي تتفاخري فيه انك واقفة بين جساس تتفاخري فيه طب انت انفكري انه انتهوا هدول الناس بقتلهم انتو عم تقتلوا حاضينة شعبية انتو فيه فعل الشماتة هذا اللي مالكو من تبهين له هو اللي عم يجج كل النار بسوريا النار تجلب نار هذا الشي مثل اللي عملوا بأول السورة كانت المظاهرات سلمية كل يوم كان بيقتل شخص طريقة القتل كانت شنيعة اما بيخرج من معتقل احيانا فعسكر اخر شي قدت لعسكرة السورة لانه الناس عرفوا انه هذا النظام ما عم يجمعهم بالسلمية يعني صار يقولولك انه ما بنا نقاتل لا بنا نحمي حالنا فبس شالوا سلاح صار نفس الشي قصف وندمر بالسؤال الاخير هل بتعتقد انه هذا السلفي اختزل كل شي بسوريا وكأنه المشهد السوريالي الان اللي حاصل بسوريا هذا نحن هذا النظام وهذه ما بنعرف يعني هنا المعارضة هنا من القتلى لكن هذا نحن يعني مثل ما أقول وسعيدون بما نفعل بالضبط بالضبط هو فكرة السلفي اللي اخترعها كان راقبان بشكل الأشكال انه يخلد لحظة ولكن لم يخطر بباله على الأغلب انه هاي اللحظات ممكن ببلد مستعرة في الحرب ومستعرة في قمع النظام للشعب انه تحول هاي اللحظة لفعلا ذكرى أليمة ستبقى هذه الصور من انا برأيي هذا السلفي بالذات ومع مجموعات السلفي الأخرى سيبقى طويلا في زاكرات السوريين لتذكير بما يفعله هذا النظام بالمقال أنا كنت عم قول بس اتعادت قصة أنتيجوني أنتيجوني اللي هي قصة أنه عنده أخين أخ بيقاتل مع الحاكم وأخ بيقاتل ضد الحاكم الحاكم بينتصر بالمسرحية طبعا إن شاء الله مو بالحياة إن شاء الله فبعاقب الأخ اللي آتل ضده بأنه يلحش جسته بالبراري وعدم دفنه مما بيخلي أنتيجوني وبيخلي الشعب يثور إنه من حق الميت أن يدفن بكرامة وتركه بالبراري وعدم دفنه ومن ثم التقاط صور مع جسته والتمثيل بها معنويا بهذه الطريقة ولا ندري إذا تم تمثيل بها ماديا خلف الكاميرا هو لحي أججج 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 يأججج الوضع أكتر بكتير يعني هي بها السيلفي ممكن نقول أنه هي مسلت بسوريا بالضبط بالضبط هي عم تعمل سيلفي مع سوريا نفسه سوريا القتيل على أيديهم وهذا السيلفي سيكون بمستقبلهم إن شاء الله بدي تشكرك أستاذ فارس الدهبي كاتب ومقالك بموقع اوريانتنت شكرا كتير كنت معنا بشدة اليوم شكرا لك هاتي شكرا مستمعينا لهون من كون وصلنا لنهاية حلقتنا كان عنوان حلقتنا لليوم قاتلوا يسكروا بالدم من تل الزعتر إلى حماوة بيروت فحلب للاستماع على حلقتنا فيكنوا تابعونا على صفحة راديو اوريانت على الفيسبوك كنا معكم بالهندسة الإذاعية مهند القصوص بالعداد والتقديم هذه أحمد إلى اللقاء ولك أنا أدرككم مليون مرة أعروا ما تحقوا نحن ما دخلنا ما دخلنا لك سكور كهات كورت سكورت ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة